الكلام عن الاهلي ان شاء الله خلال الفترة القادمة زي ما قلتلكم الاهلي خلاص بيستعد المعسكر اسبانيا خلاص خلال الفترة الاخيرة بينتهي من المرحلة الاولى لفترة الاعداد لان فترة الاعداد الجهاز الفني بقيادة مارت اللاسارتي اسمها لمجموعة مراحل منها ان هو بيختم المسم الماضي بمباراتين امام المولين العرب والزمالك فبالتالي عامل مرحلة معينة فترة الاعداد الحالية فترة الاعداد الحالية بتتطلب ان انت بتستعد في القاهرة عشرة ايام وبتنهي المباراة ودية إن شاء الله هتكون يوم الأربع لم يتحدث حتى هذه اللحظة من هو طرف المباراة الودية إن شاء الله هأخذ الأهلي يوم الأربع على ملعب مختار التيتش بيئي جزيرة لكن يوم الجمعة مرحلة تانية من الإعداد هتسافر أسبانيا عندك ثلاثة مباراة ودية ثم هتعود إن شاء الله يوم 16 من شهر يوليو الجاري عشان تستعد للإسبوع الأخير والمرحلة الأخيرة من الإعداد لتخود من خلالها آخر مباراتين في الدوري أمام المؤمنين العرب وأمام نادي الزمالج يوم 26 أو 27 37 في ختام الموسم هنلعب ثلاث مباراة ودية في أسبانيا مباراة يوم 7 مباراة يوم 11 ومباراة أخرى يوم 15 في تدرق في المستوى واختيارات بالتأكيد نبعة من فكر مارتن لسارتي في هذه البطولة أو في هذه المباراة الودية عشان يقدر يجهز بالتشكيل الأمثل عندنا مجموعة من الشباب موجودين في النادي الأهل في الفترة الحالية في محمد عبد المنعم في ميشو أمارة في فادي فريد هشام شعبان في عدد كبير جدا مجموعة الشباب حوالي 7 لعبين مع التيم الفريد الأول خلاص موجود كمان حاليا علي معلول وليد أزارو جونيور أجاييه كل التيم يعتبر موجود خلاص عمار حمزي كمان أنها فترة الأعارة مع نادي الاتحاد السكندر وحاليا موجود في معسكر النادي الأهل وفي الاستعداد للمسم الجديد فبالتالي النسبة وجود الفريق بالكامل نسبة 90% أو 85% لأنه مش موجود خارج المعسكر غير الأربعة الموجودين في منتخبنا الوطن الأول بالإضافة إلى جرالدو مع منتخب أنجولا هنبدأ بفقرة الأخبار والنهاردة كان في اجتماع للكابتن سيد عبد الحفيز مع حسام عشور وعمر السلية وحسين الشحات اجتماع كان مع السلاسي للحديث عن المرحلة القادمة ومتطلبات المرحلة القادمة والاستعداد للمسم الجديد والفترة الحالية الكابتن سيد بيتميز بفكرة أنه تجميع اللعيبة وتحفيز اللعيبة وخلق دوافع للمرحلة القادمة وفي الزات لما يكون اجتماع مع نجوم الفريزة يحسام عشور وعمر السلية وحسين الشحات بالتأكيد اجتماع حديث عن المرحلة القادمة والاستعداد للمسم الجديد وقبل السفر لأسبانيا إن شاء الله سيتخلله ثلاث مباريات ودية إن شاء الله زي ما نلقى خلال المرحلة القادمة بالإضافة لده كان في اجتماع مهم النهاردة لمرت اللاصارت أيضا مع لعبي النادي الأهلي على هامش المران هذا الاجتماع شاهد الحديث على الوحدات التدريبية أو الفترة الحالية فيه تدريب على فترتين ويختموا بروة دية إن شاء الله يوم الأربع فدائما الجهاز الفني لازم يكتمم مع اللعيبة يقول لهم المرحلة القادمة نستعد إزاي الوحدات التدريبية اللي ممكن الفريق ياخدها كناحية بدنية أو نحية فنية هتبقى في الإطار إيه ممكن الجهاز الفني كمان يكتمم مع اللعيبة بعد نهاية المران داخل غرفة خلع الملابس بيتكلم عن المران المسائي إلا هيبقى متاح فيه ممكن يكون فيه محاضرات نظرية لو فيه تصوير في التدريبات وخلال السكاوتينج اللي بيتم من محل أداء لعرض أداء عدد من اللاعبين في التدريب ده كله بيتم في فترة الأداد عشان تحضر للمسم الجديد لأن فترة الأداد هي هو المسم اللي من خلاله أو ده البداية اللي تبني عليها الأساس للمسم الجديد أو المسم اللي هيبقى مسم طويل جدا هيبدأ بنهاية الدوري ثم يستكمل بعد كده بمباراة كأس المسم الماضي ثم مباراة السوبر للمسم الماضي ثم ينطلق الدوري بطريقة إفريقيا إن شاء الله في منتصف ستمبر في نهاية هذا العام إن شاء الله للمسم الجديد هيستمر إن شاء الله حتى شهر ستة مسم دوري محلي ومسم إفريقي وعدد من البطولات النادي الأهل إن شاء الله هيشارك فيها خلال الفترة القادمة